اشتركوا في القناة في تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة بدعم كافة الخطوات الهادفة والمبادرات الإيجابية للمستثمرين لتنشيط القطاع الاقتصادي واستحداث المشاريع ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني مشيرا في هذا السياق إلى الاستراتيجيات والرؤى المعتمدة في مملكة البحرين والتي تضع القطاع الاقتصادي في قمة أولوياتها وتعمل بكافة السبل على تحقيق ذلك بالشكل الذي يصب في صالح الوطن والمواطنين وبحث سموه مع سعادة السيد زايد بن راشد الزياني السبل الكفيلة بدعم الشباب البحرين خاصة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الشباب بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية الاستفادة من البرامج التي تطرحها الوزارة بما يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم من جانبه أشاد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني بالخطوات الكبيرة التي اتخذها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والتي مهدت الطريقة إلى النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في المجال الشبابي والرياضي وتحقيق منتسبيها للعديد من الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة مؤكدا أن سموه يوجه الشباب البحريني إلى طريق التقدم والنماء من خلال طرح الخطط والبرامج التي تستنهض همم الشباب وتستخرج طاقاتهم الكامنة لخدمة أنفسهم ومملكتهم